منظومة العدالة الجنائية هي المنظومة اللي بتشتغل عليها كل نيابات الجنائية على مستوى الجمهورية النهاردة على منظومة العدالة الجنائية احنا نقدر نتصرف في جميع التحقيقات والقضايا المحاضر الإيراد من خلال المنظومة وبيتم هذا التصرف ويرساله من النيابات الجزئية لنيابات الكلية لنيابات الاستقناف النهاردة من خلال المنظومة قدرنا ان احنا نزودها بالموصوع على القونية العدالة النيابة العامة وذلك لتسهيل البحث وتسهيل التصرف في الأضايا والتحقيقات اللي هم بيشتغلوا عليها على منظومة العدالة الجنائية تم إتاحة إدراج كافة التحقيقات التي تم كتبتها إلكترونيا منذ فبراير 2021 وده عشان نحافظ على التحقيقات ونقدر نوسقها ونقدر نحافظ عليها من التلف والفقدان قاعدة البيانات اللي تم إنشاءها من خلال الإدراج واستخدام الفعل لأعضاء النيابة والموظفين قدرنا إنه نطلع منها تقارير هذه التقارير تتقارد حاليا على إدارات المختلفة ومكتب النائب العام لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب النهاردة منظومة العدالة الجنائية بعد ما تم تشجيلها وبدأنا نتلقى عليها الاقتراحات والاستفسارات بالتعديل كمن ضمن الاقتراحات إنه إحنا يتم اختصار دورة العمل اللي موجودة في النيابة وتطبيق ده على المنظومات الرقمية فأمر سيادة النائب العام بتشكيل لجنة هدفها إنها تختصر دورة العمل اللي موجودة في النيابة العامة ونبدأ نطبق هذا الاختصار على المنظومة الرقمية والسيادة النائب أمر إنه يتم إنشاء منظومة جديدة بها الدورة المستندية الحديثة المهمة اختصارها منظومة العدالة الجنائية من خلال تشجيلها الفعلي على المستخدمين الفعليين زي الأعضاء والموظفين قدرنا نتلقى منهم اقتراحات فتحنا قنوات ما بين إدارة النيابات وبين النيابات المختلفة وبناء على استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي واستخدام أسلوب العلم الحديث إن إحنا لازم نطور المنظومة بناء على خبرات الاستخدام الفعلي من المستخدمين تفعلا عملناه واستخدمناه وطورنا بالمنظومة لدرجة إن إحنا بعد التحديث ده أصبح هذه المنظومة جديدة كلية عدد التحديثات اللي تمت على منظومة العدالة الجنائية 280 تحديث منظومة العدالة الجنائية الاستفادة منه ليست قاسرة على الأعضاء والموظفين ولكن من خلال الإدراج الفعلي للأضايا والتحقيقات أصبحنا نقدر نطلع منها مستخرجات زي الشهادة من وقع الجدول زي صورة رسمية من الأحكام منظومة العدالة الجنائية هي اللي بيتقدم من خلالها الشكاوى الإلكترونية اللي بتقدم من المواطنين من خلال موقع النيابة العامة المصرية المنظومة العدالة الجنائية تقدر تقدم تلك الخدمة وتبعث رسائل مصرية للمواطن بما تم في العريضة المقدمة منه على موقع النيابة العامة المصرية اللي احنا بنعمله النهاردة ده بقى على مستوى النيابات كلها بدليل أن الناس بتقدم عرايد إلكترونية لمكتب النائب العام لتظلم في أي محضر دون حاجة أن تتوجه إلى النيابات أو دون حاجة إلى الحضور لمعرفة ما تم فيه شكوى يستطيع أن يتقدم بشكوى ثم يتابع شكوى من خلال رقم يصل له في رسالة على هاتفه المحمول